بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة مجددا في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية محاضرة اليوم بعنوان النمو الحركي للكفيف أهداف المحاضرة يتوقع بعون الله بعد انتهاءك من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أم تحدد خصائص النمو الحركي للكفيف تميز بين مظاهر الحركة لدى كل من الكفيف والمبصر تفسر عدم إتقان الكفيف لمهارات الحركة تجري بعض الأنشطة التي تؤثر إيجابيا على التأخر الحركي لدى الطفل الكفيف النمو الحركي للكفيف يعاني الكفيف من قصور شديد في الحركة وفي مهارات الحياة اليومية حيث أن أنشطة الحياة اليومية تعتمد كما هو معروف بشكل كبير على الإدراك البصري هناك علاقة وثيقة تربط بين قدرة الطفل الكفيف على الحركة وبين مقدرة على الأداء الحركي كالتعلق بالأشجار واللعب وإلى آخر الطفل الكفيف يمر بنفس مراحل النمو الجسمي التي يمر بها باقي الأطفال العادي إلا أن نموه يكون غالبا بطيئا نظرا للعوامل المرتبطة بفقده للبصر وما يضعه الأهل من قيود على أنشطته كذلك غياب النموذج السلوكي الحركي في كل ذلك يسبب عدم قدرته واكتسابه للمهارات الحركية المختلفة وخاصة التأذر الحركي البصري والقصور الواضح في الحركة تحدثنا مسبقا على أن الطفل الكفيف يتعلم 80% من خبراته من خلال حاسة البصر فهو يفقد حاسة البصر وبالتالي يفقد هذه 80% من الخبرات وبالتالي يفقد النموذج السلوكي الأهل يضع عليه قيود كل هذا يؤثر في نموه الحركي خصائص النمو الحركي للكفيف هناك أربعة خصائص وهي تأخر النمو الحركي اللزمات الحركية تفادي العوائق عيوب وتشوهات القار نتناول في هذه المحاضرة تأخر النمو الحركي أول خاصية من خصائص النمو الحركي لدى الكفيف هي تأخر النمو الحركي تظهر الاختلافات في الحركة بين الطفل الكفيف والمبصر في مرحلة مبكرة جدا حيث يلاحظ قلة الحركة لدى الكفيف في المرحلة الحس حركية وهي من سن سنة إلى سنتين بعد الميلاد أيضاً يرغب الكفيف دائماً لاتخاذ الوضع الذي كان عليه قبل الميلاد ميل الرأس إلى الأمام والاتفاف الزراعين حول البطن كما هو معروف فإن الطفل في بطن أمه قبل الميلاد يأخذ هذا الشكل فالكفيف بعد ميلاده يكون أميل إلى اتخاذ نفس الوضع الذي كان عليه قبل الميلاد في المراحل العمرية المبكرة مرحلة التحكم في الرأس والوضع ضقفاً والوضع جالساً والمشي لاحظ الباحثين أن هناك تأخر ملحوظ عند المقارنة بين الطفل الكفيف والمبصر يصل ما بينه إلى 4 إلى 8 شهور هناك تأخر يصل إلى 15 شهر عند الدخول في مرحلة المشي الزاتي مع وجود تشتت واضح في هذه العملية بالنسبة للجلوس والمشي بمساعدة الأخرين فتقريباً لا توجد فروق بين الكفيف والمبصر يواجه الكفيف عديد من المشكلات الأخرى المتعلقة بإتقان المهارات الحركية مثل التوازن والوقوف أو الجلوس والاحتكاك والجر ويرجع ذلك إلى نقص الخبرات البيئية النتيجة عن محدودية الحركة وقلة المعرفة بمكونات البيئة والنقص الواضح في المفاهيم والعلاقات المكانية التي يستخدمها المبصر والقصور في تناسق إحساس الحركة والقصور في التناسق العام وفقدان الحافظ للمغابرة خلاصة القول أن الكفيف لديه نقص واضح في الخبرات البيئية اثنان عدم قدرة على التقليد والمحاكاة من أين يقوم الشخص للتقليد والمحاكاة؟ من خلال الرؤية الرؤية مفقودة لدى الكفيف فبالتالي أو البصر مفقود لدى الكفيف فبالتالي لا يوجد لديه النموذج السلوكي الذي يستطيع أن يقلده أو يحاكيه ثلاثة قلة الفرص المتاحة للتدريب مهارات الجسم أربعة الحماية الزائدة من الوالدين وخاصة في المراحل العمرية الأولى فالوالدان يخشان على الكفيف التعرض لاصطدمات الوقوع حدوث كسر تشوهات وبالتالي فهم يحافظون عليه من الحركة حتى لا يصاب بهذه المشكلة ضعف العوامل الإدراكية الكفيف قد تكون عوامل الإدراك لديه ضعيفة نتيجة نقص الخبرات البيئية أيضا الثقة بالنفس والثقة بالآخرين فالكفيف لا يمتلك الثقة بالنفس إلا بعد مروره بالخبرات وبالتالي يبدأ يكتسب ثقة بذاته ويحتكب الآخرين ويتفاعل معهم ومن هنا يبدأ حدوث تبادل الثقة بين نفسه وبين الآخرين عدم القدرة على التخيل الجسدي ووضع الجسم في فراغ المكان الذي يوجد فيه هناك بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر إيجابيا على التأخر الحركي لدى الكفيف واحد استخدام الصوت لجعل الطفل يحاول وصول إلى أشياء واكتشافها والمحاولة محاولة الوصول إليها تشجيع الطفل على إعطاء معنى المناسب للصو استخدام حاسة اللمس وتشجيع الطفل على لمس أجزاء جسمه ولمس الآخرين ولمس الأشياء توجيه الطفل الكفيف فيما يتعلق بوضع الجسم المناسب منذ المراحل المؤكرة من عمره توفير الأنشطة التي اتلّى باستخدام المهارات الحركية الدقيقة والتأذر اليدوي كاللعب بالمكعبات والخلص والمقص والمثقاب ستة تعليم الكفيف الإماءات المقبولة الإشارات يعني بالقبول أو الرفضة أو الإشارات بالرأس سبعة البدء بتعليم الكفيف في كل المهارات الحياة اليومية ومهارات التوجه نحو البيئة قبل سن المدرسة تمانية تعليم الطفل الكفيف المهارات الرياضية التقليدية كالرغض والقفز والضحرجة والرمي كل هذا يؤثر على تأخر النمو الحياة وشكرا لحزن استماعكم